اجواء منذيالية رائعة اليوم بتواجد المنتخب المغربي في نصف النهائي نتمنى اليوم ان يكون المنتخب المغربي حاضرا وان يكون اسود الاطلس في هذه الليلة التاريخية العربية المغاربية ان يكونوا ايضا حاضرين وان يتأهلوا للمرة الاولى لمنتخب عربي ان يكون حاضرا في المباراة النهائية امام المنتخب الارجنتيني نرصد الان الاجواء الجميلة هنا في بيت السفير المغربي خالد الناصري الاستعدادات الاجواء صحيح ان هناك توتر لكن الثقة كبيرة بالمنتخب المغربي اليوم لان يكون حاضرا في المشهد القتامي لهذه النسخة العربية ملاحظتك صحيحة يا اخي لان ما يثبت ان الفوج الرياضي المغربي الذي يشرف الرياضة المغربية والرياضة العربية ككل فوج يقوم بوظيفته على احسن وجه واعتقد ان هذه التجربة الفريدة من نوعها التي تجعل الاصالة العربية في مقدمة الرياضيين العالميين هذا نصر كبير نعتز به ونعتز به نحن المغاربة ربما اكثر من غيرنا لاننا وجدنا في اخواننا العرب بصفة عامة ويمكنني ان اقدم شهادة تتعلق بما يقدمه لنا من حفاوة الاستقبال والحب المتين اخواننا الاردنيين والاردنيات ولهذا انا اعتقد بان هذا اليوم سيسجل بمداد من الفخر بالنسبة للمستقبل ونتمنى ان نرى في المستقبل القريب العرب اكثر وجودا واكثر تعلقا مما حصل نحن فتحنا الطريق ولكن لن نتوقف عند هذا الحد والعرب لن يتوقف عند هذا الحد نحن ونحن آتنين هنا الى المنزل سعادة السفير وجدنا ان الشوارع خالية القلوب تخفق مع المنتقب المغربي الاردنيون اليوم يؤازرون المنتقب ويؤازرون ايضا اسود الاطلس في هذا المشهد التاريخي المهيب في منديال قطر قلت ان الشوارع فارغة انا اضيف الشوارع فارغة والقلوب عامرة عامرة بالحب المتبادل عامرة بالرغبة في ان نذهب بعيدا في ان نربط الماضي المجيد بالحاضر الذي يجب ان يكون اكتر مجدا والامة العربية تتوفر على ما يجب من الطاقات الجبارة كي تذهب بعيدا في هذا السياق انا اقول لك بكل صراحة بانني اشعر في كثير من الحالات بشيء من البكاء الذي يجعلنا نحس باننا نقطع فترة تاريخية ونذهبوا نحن في طريقنا نحو الضفة الاخرى ضفة المزيد من التألق والنجاح اشكرك سعادة السفير ونتمنى ان شاء الله ان تكون المقابلة المقبلة واللقية ان يكون بتأخل المنتخب المغربي للمشهد الختامي نتمنى حقيقة ان ينبض وان يزعر الاسود الليلة في هذه المباراة وان لا يكون هناك صوتا ولا صدى للديوك الفرنسية وان نرى المنتخب المغربي العربي حاضرا بقوة في المباراة النهائية